تحضير صلاطة الفواكه مع الآيس كريم فانيلا ومنجا حبيت تبدل اشي تاني بصير بس لازم يكون سادة يعني مثلا اللي بالبريز اوكي اشي بلبق للفواكه فيه شوية حمودة او حلاوة ممكن نحط كمان منجا مقطعة فرولة مفرومة كيب ومؤشر ومقطع طبعا بالاول وبالاخر الفواكه اللي عندك بالبيت اللي موجود حطي برتقال مؤشر ومقطع عصرة ليمون عنب منزوع البذور بالاضافة الى بومل مؤشر وخليناه زي ما هو سلايس سنان تمام هلأ انا شو بدي اعمل جبت الفرولة قطعتها اي نوع فواكه برجعو بأكد اي نوع فواكه كيوي مثلا منجا رح اخلي شوي كمان للوش عندي التقديم برتقال هالشكل تمام او بردان و هذا العناب كتير زاكي هلأ ما اسمه بسوء اواخرو كمان اللي هو فيش فيه بزر اللي عندهاولاد صغار كله اتنا كنا نحبه وما زلنا بنجيبه للصغار عشان فيه ما فيه البزر بالنسبة لا اللي هي البومالي فيك جبيه زي هيك سنان وفيك كمان تقصيها من النص بها الطريقة تمام هلأ اللي بصير كالقاتي كنا نحط على صلطة الفواكه عصير الفواكه عشان الفواكه ما تسود طب الشيف بتقول ما بدنا نحط عصير طب انا كيف بديش الفواكه تسود عديلك شوي البردقان بنزل السوائل عديلك شوي بتدبال معاين فرولة طب شو الحل هلأ بغشي شكل الحل اللي بصير على البوفيهات العصير اللي بتحطيه اول اشي اول اشي لازم يكون فرش مش من السوق ليش اللي بالسوق فيه نسبة سكر السكر بتنزل سوائل الفواكه اذا بالتالي فوتنا بمطاب انه احنا بلشت الفواكه تدبال من ايدنا مش من الجو هي واحد اذا بدك تستخدمي اول ترك العصير بده يكون فرش عصير برتقال عصير منجا عصير فرولة على المولانكس اذا فيه طبعا لازم يفرش المعلب لو من السوق ما بدنا اياه هذا واحد اتنين مع العصير بتحلي عصير الليمون عصير الليمون بيعمل كفر او تغطية او غلاف على حبة الفواكه بيخليها اول اشي ما تتاكسد ما بتسود يعني بوفيه فواكه مرة عملته بحفل زفاف وجه لهم تحية الله يوجه لهم الخير هلأ هم برا البلد كان فيه اكتر من مية وخمسين جاط فواكه ديكور فكيف هذا ما بدو يقع طول فترة الزفاف ثلاث اربع ساعات والدنيا شوب ونص شهر سبعة فكان عصير الليمون هو السر عصير الليمون ما بيعملها بس بنقطة صغيرة هلأ انا دا اعملها مع ايس كريم ما بدي اعمل عصير اذا الحل نقطة خفيفة عصرتين ماشي بعدين رح احرككم بسم الله الرحمن الرحيم بصلي اذاك منيح وسمي كرمال ما تنزل السوائل وسلامتك صار في عندي كفر عليهم يمبلشوا يلمعوا من الليمون والليمون رح يخليها ما تتأكسد ما تنزل سوائل ما تتبل تمام؟ هلأ بالنسبة لاللي هي البطيخ البطيخ شبت البطيخة طلعت مش زاكية او انا جبت البطيخة وبيدي بكرة اتابع مطبخ التلفزيون الاردني بنفس التوقيت لانه الشيف بكرة بدها تعمل ملكشيك بطيخ هلأ موجود بالاسواق يعني في بعض مناطق العمان الغربية الكاسم مش اقل من خمس لسدة نانير بكرة بد اعملكم اياها فاجت الشيف قلت لنا جيبوا بطيخ وخدوا اللوب وحطوه بالفريزر زي ما انا عملت اليوم لحلقة بكرة وبعدها ننضل عندي القشرة طب ليش انا اخسرها رح استفيد من القشرة بكل الاحوال اول اشي بالسكين بدك تحزيها بهالشكل عشان تعملي قاعدة عشان البطيخة تقعد بهالشكل فلو انا حطيتها على بوفي او على طاولة او قدام ضيوفي بدون صحن رح تقعد معاي البطيخة ما رح تتحرك هيك ويكب اللي بداخلها من الفواكه اذا هذا هو اهم اشي اني انا اعمل قاعدة للبطيخة بعدين فضيت منها اللوب عشان اعمل سموذي عصير اي ان كان صلطة بطيخ برضو هاد ما بخسره اللون الاحمر رح يعطيني باقرامد للالوان كتير حلو فانا رح ابلش اضيف الصلطة بهالشكل اوزع الالوان اهم اشي اخلي ايدي ميزان اهم اشي انه الفواكه تتغلف بعصير الليمون كتير بفرق معك في الشغل كتير ممكن تحطي انا ناسي معلب مثلا فيه حلاوة ممكن تحطيلك عناب اسواد توت يعني هلأ موسم الصيف موسم فواكه فاللي بزيد منها التلاجة نقدر ندوره بها الطريقة او عندك ضيوف مثلا عندك مقتربين يعني برضو كمان هي مش من شغلته لا سمح الله الواحد انه بده يوفر ولا اشي بس برضو الادارة حلوة بدل ما يجي كل طفل يحمل حبة ويأكل شوي منها ويرميها اطفال بالاول و بالاخر جاهل هو مش عارف اش بعمل فبرضو انا كست هيك ريحتهم وعملت اشي جديد فرحت اللي حوالي و بنفس الوقت درت بالي على ارشي يعني بالاول و بالاخر فش اشي ببلاش كله بكلف فبهالطريقة بتكون لست اكتر ادارة نضيف كمان العنب يعطيك شكل حلو اذا حطت عنب احمر عنب اسود حلو حوزع الالوان زي ما انت شايفه عشان اقدر اكمل الشغل نجيب هون الورانج و هاي في عندي كمان طب لو حملتها مفروض اني انا مفضي اللب مفروض انها تصير تزلزل من تحت من مية البطيخة او مية الفواكه ما رح تنزل اشي نهائيا لاني انا منطقة القاعدة خففت ايدي لما فضيت منها اللب خلينا نشوف رح اجيب الصحن هايها واحملها زيها زي اي صحن و احط فيها الفواكه بعدين هون رح نجيب المقص نشيل هاي بعدين رح نكمل باقي الديكور هلا عشان نكمل باقي الديكور اول اشي بدنا نجيب عصير الليمون للي ما عندها جليز عشان البطيخ يمسك حاله ما ينزل سوائل كتير شوي عصير الليمون على اطراف البطيخة بهالشكل ممكن تلف عليها من الاسفل شبرة حمرة بطلع كتير حلو كمان بعدين رح اجيب الايس كريم انا جايب الفانيلا ومنجا وصراحة اشي بنكهة الرازبري او البريز لانها حامضة فبتروح مع الفواكه رح احطهم على البطيخ والسلطة فهي الصح هي الوصفة هاي طريق التقديم ولكن الوصفة بدك تجيب الايس كريم وتخلطيهم مع الفواكه فبتصير فواكب الايس كريم صراحة كتير طيب عوضا عن العصير ولكن انتي اليك حرية الاختيار اذا بتحب تقدميها بطريقتي لما احطها قدام ضيوفي رح تدوب الايس كريم وتنزل على الفواكه بها الطريقة بكون انا اعملت صح الفواكه مع ايس كريم ومع بطيخ بشكل جديد نجيب الفانيلا كمان بحدها ومن الجهة التانية رح نحط المنجا بعدين رح نبلش نكمل ديكور البطيخة هذا ريد كارنت اللي هو الكرز المستورد انه وجد طبعا بس انا بحب اجيبلك اشياء انت بتشوفيها برا كرمال هيك احببك في الطبق اكتر صباح الخير يا ليان علو صباح النور صباح النور والسرور كل سنة انتوا سالمين انت سالمة انت بخير وصحة وسلامة حبيبتي سلامتك شكلك مرضانة لا اهلا اصحية من النوم مش اخباري صح النوم يا عمر حبيبتي اهلا وسهلا حبيبتي تشتقلك مكة يا رب اهلا وسهلا ايش هاد الفوت الثلد بالشاحي يعني تغير نوعا اوه بالشاحي بالشاحي والله ريالتي نزلت يا حبيبتي اهلا وسهلا مع الرس خرق والالواق عن شب رهيبة مساء الله حبيبتي اشتقتلك انا حبيبتي الله يسعدك ويطول عمركم جميعا انشاء الله نهارك كله حلو اكيد حلو سمعتها الصوت الحلو خلاص انتهى الموضوع انشاء الله ايامنا حلوة بوجودكم يا رب يا حبيبتي يا حبيبتي اهلا وسهلا فيك يا عمر وصباحك سعيدة كل سنة وانتوا سالمين جميعا يا رب اهلا وسهلا تمام هلا حبة الورنجاية بتكون واضحة حجمها اكون حبة الايس كريم اللي هي الاساس فهذا اشي غلط بصون الفواكن لذلك لازم يكون حجمها اصغر عشان يكون الصحن متناسق فبنجيب حبة الورنج حنصغر حجمها هالشكل هالطريقة وبنحط التانية على الجهة التانية بعدين ممكن نخلي البوملي برضو كمان زي ما هو سلايس ممكن نخلي بينهم ممكن نخلي نوس حسن يعني على الشغل ببين معاك ايش بتزيدي وايش بتنقصي ممكن تخليه كله قطعة كبيرة كمان بصير وبهالوقت ممكن انت تستعيد بي شوي من الارد كرنت أو ورقة نعنع وبتقدميها ويعمح لها صباح الخير يا ام رحمة صباح وخير وكل عمو انت بخير وانت بخير وصحة وسلامة ستي كيف حالك شو اخباركم الله يتسلم عمرك انا اول مرة بشارك اهلا وسهلا بكل وقت حبيبتي بوجودكم منورين اكيد شكلك وتحبي للسنات ومستمتعة بالوصفة حبيبتي اهلا وسهلا وميت مرحبا وارتينة ستي هيا هجيب هاي الحبشتكنات همجيبها من وادي الرمام هاي الشغلات للبوفيهات ميت شمسية يعني اللهم صلى الله صدنا محمد اتوقع دينارين دينارين ونص ايشي زي هيك هاي لكسات الكوكتيلز والملكشيك والسموذي والامور هاي فانتي ممكن كمان تستخدميها ببيتك لحتى تعملي قصص حلوة زيك اكيد بالوقت اللي انتي بناسبك ممكن كمان نستغل جزء من الريد كرانت على الجهة التانية وبنكون نسوينا اشي بسيط سريع خفيف لطيف مبهج لأفراد العائلة وزي ما حكتلك تضيفيلك ورقة نعنع برضو كمان بصير تحطيلك اي نوع من انواع الايس كريم برضو كمان حلو يعني افكار بسيطة سريعة خفيفة لطيفة على هالموجود بالبيت بتكون نوعا ما كفيلة بانها تغير كل اللي ببالك بننظف صحنا قبل ما نقدمه طبعا ونذكركم بوصفاتنا اليوم بشكل سريع جدا ونعيد عليكم مرة تانية وكل سنة وانتو احبابكم واصحابكم دائما بألف خير سوانا اليوم صاجية السنات بالسمن البلدي ويمكن استبدال السمن بنوع من انواع اللي هي دهنة الخاروف اللي ايا ايا كان سوانا كمان اللي هي سلطة فواكب مع الايس كريم جاربيها صراحة مالهاج دخل بالسلطة اللي حيوم سويها في بيوتنا وحط عليها عصير واشيه سواء الفواكب تنزل فواكب تدبل كله هذا ما له داعي جاربيها مع الايس كريم شوفي قدش تطلع طيبة وزاكية اللي بجيب ايس كريم جيبوا البلوكات اللي عنده عالة كتير اوفر واقل سعراً وفي مشاغل كمان بتبيع للناس ريتيل او بالتجزئة ممكن انت تاخذ منها كتير اوفر كمان